تلقى صاحب المعالم مشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين حفظ الله برقية تهنئة من مدير الاتحاد الرياضي العسكري بمناسبة تحقيق فريق قوة دفاع البحرين المركز الثالث في مسابقة أفضل فريق قناص دولي الثالثة نعم ورفع في البرقية إلى صاحب المعالم القاد العام لقوة دفاع البحرين أسماء آيات التهاني وأطيب التبركات بمناسبة تحقيق الفريق المركز الثالث في هذه المسابقة مهنئا مع عليه بهذا الإنجاز الكبير والذي حققه فريق قوة دفاع البحرين من خلال المنافسة مع فرق عسكرية عديدة لدول لها باع طويل في مثل هذه المنافسات العسكرية الدولية وذلك الإنجاز اندل على شيء فإنما يدل على الحرس والدعم الكبير من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله رعاه والذي دائما له أكبر الأثر في تحقيق العديد من الإنجازات والبطولات على كافة المستويات لرفع علم مملكة البحرين في المحافل الدولية